الفيلم ده احداثه مقتبسة من رواية بنفس اسم الفيلم وهو جحر الارنب وبيبدأ مع طفل اسمه تشوتلي وهو قاعد قدام حيطة مليانة قبعات وبيبقى مبسوط وهو بيتفرج عليهم لانه بيحبهم جدا وبتيجي الخادمة وبتقوله يختار واحدة منهم بسرعة يلبسها علشان ييجي معاها برا لان ناس كلها قاعدين مستنيينه وفعلا بيختار واحدة منهم وبيخرج وبنشوف ان البيت عند تشوتلي موجود في حديقة حيوانات بابا هو اللي عملها فبيختار تشوتلي حصان يخرج بيه وبينازي على مساعد باباه اللي اسمه تشيكوالي علشان يساعده وياخد منه الحصان ولما بيسأل باباه وصحابه قاعدين هذي الليه بيقوله باباه علشان دي واحدة من امنياته والنهار ده عيد ميلاده وهم قرروا يحققوله قيمة الامنيات اللي نفسه فيها وتشوتلي بيكون فرحان جدا انهم بيحققوله الحاجات اللي نفسه فيها وبنعرف ان باباه واللي اسمه يولكت يبقى زعيم عصابة كبيرة في المكسيك وكل الرجال اللي حواليه دول بيحاولوا يقدموا هدايا كويسة لابنه علشان يكسبوا حب باباه ويبقى راضي عنهم وبعد ما بيخلصوا بيروح تشوتلي على قطة علشان ينام وبابا بيدخل علشان يطمن عليه وبيسألوا لو كان مبسوط النهار ده والهدايا عجبته ولا لأ فبيقوله تشوتلي ان الهدايا عجبته جدا وانه مبسوط بيها بس بيكون بيقرأ في كتاب وبنعرف قد ايه هو بيحب الكتب والقراءة وخصوصا في التاريخ وكمان بيشبه كل حاجة حواليه بشخصيات تاريخية سواء في اوروبا او في اي مكان تاني في العالم وتاني يوم بيقوم تشوتلي وبيكون عنده حصة مع مدرس خاص بابا جابهولو وتشوتلي بيكون متعلق بيه جدا لانه بيعلمه حاجات كتير عن التاريخ وبيقوله ان هداية عيد ميلاده هتكون مختلفة وده لانه عارف انه بيحب التاريخ وبيحب القبعات علشان كده جاب له قبعة مقلدة من قبعة الملك لويس الخامس عشر الناجي الوحيد من الثورة الفرنسية وتشوتلي بيفرح بيها جدا وبيكون عايز يلبسها لكن المشكلة انها بتكون ديقة على دماغه شوية فبيقوله المدرس انه هيتصرف فيها علشان تكون مناسبة ليه وعلى مقاسه بعدها بيفضل يتكلم معاه انه عارف هو قد ايه بيحب التاريخ لكن فيه كمان حاجة مهمة جدا وانه لازم يعرف علوم كتير ويبقى عنده معرفة بحاجات مختلفة موجودة حواليه وبيقوله ان التاريخ هيخليه يعرف العالم اكتر لكن باقي العلوم هتخليه يعرف يواجه العالم وبيفضل يقوله على فايدة انه يعرف لغات كتير ويتعلم ثقافات الشعوب التانية وبعد شوية بيخرج تشوتلي وبيتفرج على نمر موجود في الحديقة اللي بابا عاملها وبيسأل مسؤول الحديقة هو ليه مش بيحط اكل كتير للنمر ده فبيقوله انه مش عايزه يدخن وساعتها هيكون ملوش لازمة لكن طول ما هو جسمه مناسب هيفضل قوي ومفيد فبيسأله تشوتلي مفيد في ايه بالزبط لكنه مش بيرضى يرد عليه وبعد شوية بيمشي وبيقاب البنت اول مرة يشوفها في البيت بتاعهم وبيسألها انت مين وبتيجي خليتها يولندا وبتنادي عليها وبتقولها انها قالت لها قبل كده ما تتكلمش مع حد في القصر وتعمل شغلها بس وبتطلق منها انها تمشي معايها وفعلا البنت بتمشي معايها وبعد شوية بيروحت شاطلي يقابل بابا وبيسأله هم بيستخدموا النمر في ايه فبيرفض باباه برضو انه يرد عليه ويساعتها بيقوله انهم اكيد بيستخدموه في انه ياكل الجسس بتاعت الناس اللي بيقتلوها فبيرفض بابا يجاوبه وبيقوله مايفكرش في الموضوع ده كتير وبعد شوية بيحكي له تشوتلي عن البنت اللي شافها فبيقوله باباه انها تبقى قريبة يولندا وجاي علشان تساعدها وكمان بيعرفه انه هيقابل شخص غريب تاني النهاردة ولازم يكون كويس معاه لانه مهم بنسباله ولما بيسأله مين الشخص ده بيقوله باباه انه الحاكم اللي ماسك المدينة وجاي يتعشى معاهم النهاردة وفعلا في نفس اليوم بالليل بيوصل الحاكم وبيعض يتعشى معاهم وبيكون جاي يتكلم مع يولكت فانه ياخد رشوة منه هو ورجالته علشان يسيبهم يشتغلوا ويولكت بعد ما كان مرحب بيه وكان مقدم له احسن انواع الاكل بيتغير فجأة وبينادي على الخادمة وبيقولها تشيل الاكل من قدام الحاكم لانه خلاص شبع وبيطلب من رجالته انهم يوصلوا الحاكم لحد الباب وطبعا الحاكم بيحس بالاحراج وبيخرج معاه على طول من غير تفكير وبعد شوية بيروح تشاطلي مع باباه وبيفضل يعمله اختبارات عن الاماكن اللي الانسان بيتضرب فيها بالنار وبيموت على طول وبعد ما بيخلص بيروح تشاطلي وبيشوف باباه قاعد مع رجالته وبيكون بيتفرج على التلفزيون وبين عليه القلق والتوتر وبيطلب من واحد من رجالته انه ياخد تشاطلي القط دلوقتي وبنشوف انه بيتفرج على تقرير على التلفزيون بيتكلم عن ان رئيس الدولة الان لان الحكومة ما كانتش عارفة تسيطر على الوضع الامني في المكسيك وده اللي خلى عصابات كتير تظهر علشان كده اقال الحكومة القديمة وعين مكانها حكومة جديدة وطلب منهم انهم يتخلصوا من العصابات الاجرامية دي وبيقول على اسم كام عصابة ومن ضمن العصابات دي بيقول على اسم زعيم واحدة من العصابات اللي تعتبر خطر جدا وهو اسمه يولكوت رودريكز وطبعا يولكوت بيقلى اول ما بيسمع كده وبيعرف انه هيكون في خطر الفترة اللي جاية ومش هيعرف يعمل نفس الشغل اللي كان بيعمله قبل كده لان الناس اللي كان شغال معاهم في الحكومة تغيروا دلوقتي علشان كده بيقرر انه يغير الطريقة اللي بيشتغل بيها وبيبعت يجيب واحدة من امريكا اسمها باولا سميث وبيتفق معاها انهم هيهربوا بضع من المكسيك لامريكا وبيفهمها ان الاوضاع في المكسيك اتغيرت بعد تغيير الحكومة وان في حاجات ما بقاش متاح ليهم يعملوها واسناء مهمة بيتكلموا بتلاحظ باولا ان في حد بيصورهم ولما بتقول لي يولكوت بيقلق وبيبص على مين الشخص ده وبيكتشف انه ابنه وبيقول لها ان ده ابنه وانه بيحب اللعب ومتأثر بالشخصيات التاريخية وكان عايز يعمل فيها محقق وبيعرفهم على بعضهما الاتنين واساعتها بيقول له تشوتلي انه لقى في الحذيقة بتاعتهم كل الحيوانات معادة فرس النهر وبيطلب من باباه انه يجيب له فرس نهر ويقول كت بيوعده انه هيجيب له فرس نهر قريب علشان يحقق له الحاجة لنفسه فيها وبعد شوية بيروح تشوتلي يقعد مع بابا واصدقائه والمدرس بتاعه وبياكلوا كلهم مع بعض وبيفضلوا يهزروا ويدحاكوا وبعد ما بيخلصوا بيوصلوا المدرس علشان يمشي وهناك بيشوف تشوتلي ان فيه طفل برا القصر بتاعهم وبيكون معاه لعبة فبيسألوا هو مين وبيعمل ايه هنا فبيقولوا الطفل انه ساكن في البيت اللي هناك وبيشاور عليه وبيعرفوا انه كان بيلعب هنا فبيبدأ تشوتلي يسأله اسئلة من نوعية اذا كان عنده بابا وماما ولا لا ولما بيقولوا الطفل ايوة بيحس تشوتلي انه متأثر علشان هو مامته ماتت وساعتها بيصعب على الطفل وبيسيب له اللعبة بتاعته وبيقول له يلعب بيها وما يبقى الزعلان تاني وفعلا بيخدها تشوتلي وبيدخل يلعب بيها وبعد شوية بيسمع صوت بابا وبيعرف انه رجع البيت فبيجري بسرعة علشان يشوف ايه اللي بيحصل وبيتفاجئ ان بابا ورجالته مسكين واحد وبيعذبوه والشخص ده بيكون اسمه انتيكو وبيفضل يقول انه ما عملش حاجة وانه ما يعرفش مين اللي عمل كده لكن يولكوت بيقوله انه مش مصدقه وبيعرفه ان كل المشاكل اللي بتحصل لهم في الشغل دي بتكون بسبب اشخاص زيه كده علشان كده بيقوله انه هيخليه عبرة وبيقطع لسانه والمشهد بيكون صعب جدا على تشوتلي وبيتدايق منه وبعد شوية بيكون قاعد مع باباه وبيتفرجوا على التلفزيون على خبر وفاة حارس حديقة حيوان جنبهم وبنعرف ان ده كان واحد من عصابة معادية ليولكوت ورجالته وتشوتلي بيلاحظ طريقتهم علشان كده بيسأل باباه ليه عمل كده ويقولكوت بيتكلم معاه انه ما فيش اي حاجة من الحاجات اللي بيقولها دي وبيعرفه انهم مش بيقتلوا حد وانه ما يصدقش اي حاجة بيسمعها وبيقوله انه قرر يعمله مفاجأة ويسفره علشان يصطادوا فرس النهر اللي وعدوا به وفعلا تاني يوم بيتفجئ تشوتلي انه بيلاقي باباه جايب له باسبور وبيقوله انه من اللحظة دي اسمه جونيور مش تشوتلي وبيكون هو كمان غير اسمه هو والمساعد بتاعه وبيعرف تشوتلي انهم هيسفروا على ناميبيا علشان يصطادوا من هناك فرس نهر ويرجعوا به المكسيك وبيقوله كمان انه ما يعرفش اي حد انهم من المكسيك ولو حد سألوا يقولوا انهم من الهندراس وفعلا بيوصلوا على ناميبيا وبيكون في شخص مستنيهم وبيرحب بيهم وبيبدأ يفرجهم على معالم ناميبيا ويقولهم على الحدود بتاعتها والحيوانات المشهورة فيها واثناء ما هم ماشيين بيشوفوا قطيع من الضباع وده بيخلي يولكت يتحمس انه يصطاد واحد منهم علشان يحتفظ به ويساعدها تشوتلي بيفجأه انه بيخرج المسدس هو كمان وبيصوب على واحد من الضباع فبيتصدم يولكت وبيسأله جاب المسدس ده منين فبيقوله انه جابه من القوضة السرية بتاعته اللي معروض فيها اسلحة كتير ويساعدها بيتدايق يولكت وبيزعق لتشوتلي وبيقوله ما يعملش كده تاني وبياخد منه السلاح بعدها بيرجعوا يعودوا مع بعض واتشوتلي بيكون زعلان ان باباه اديق منه وبيقوله انه بس كان عايز يشاركه ويعرفوا انه بقى كبير لكن باباه بيقوله انا كده كده عارف انك كبير من غير ما تثبت حاجة وبيتفقوا انهم يروحوا مع بعض بكرة علشان يصطادوا فرس النهر زي ما اتفقوا وفعلا تاني يوم بيروحوا مع بعض وبينجحوا انهم يصطادوا فرس نهر وبيخلصوا بيروحوا يعودوا في مكان يحتفلوا بيه واتاني يوم بيروحوا يتصلوا على واحد من الناس اللي شغالين معاهم علشان يوفر لهم وسيلة نقل من ناميبيا للمكسيك وفعلا بيتفق معاهم على كل التفاصيل واتاني يوم بيروحوا على المينة علشان يستلموا الاتنين فرس النهر اللي استضوهم بس المشكلة انهم بيكونوا تعبنين جدا ومصابين بمرض خطير وهيموتوا واساعتها بيقول يولكت انه هيخلص عليهم علشان يبقى وفر لهم الموت الرحيم لكن تشوتلي بيقولوا انه وعدوا انه هيصفرهم المكسيك وبيفضل يقولوا انه وعدوا انه يوفروا كل حاجة واساعتها بيقولوا يولكت انه هيجبلوا غيرهم وبيقولوا انه ماينفعش يتعلق بحاجة قوي كده علشان ما يكونش ليه نقطة ضعف وفعلا بيخلص عليهم وبسبب اللي حصل ده فتشوتلي بيتأثر جدا وبيفضل يعيط وده بيخليه لما بيرجعوا البيت بيكون لسه زعلان من بابا ومش بيتكلم معاه وبنشوف ان التشوتلي بيلبس المرة دي قبعة يابنية وبيسمي نفسه اسهاجي ولما بيعد على الصفرة مش بيرضى يرد على بابا لما بينادي عليه وده بيخلي بابا يتدايق منه ويقولوا انه ماينفعش يتعامل معاه بالطريقة دي وبعد شوية بيروحوا كلهم يتفرجوا على التلفزيون وبيشوفوا في الاخبار تقرير عن مقتل ثلاث ستات وراجل في مكان مجهول ولما بيركزوا في الصور بيعرف يلكت ان ده واحد من رجالته وبيقول انه اكيد الحاكم هو اللي خلى رجالته يعمله كده وانه بدأ انتقامه ولازم يرد عليه وبيفضل يحاول يتكلم مع تشوتلي لكن تشوتلي بيرفض يرد عليه برضه واتاني يوم بييجي المدرس بتاع تشوتلي وساعتها تشوتلي بيقوله ان البيت عندهم بيحصل فيه حاجات غير اخلاقية وان البيت ده مقر الوحدة من اقوى العصابات اللي في البلد كلها لكنه ما بيرداش يقوله تفاصيل اكتر من كده اخلاق الساموراي اللي هو كان مستنيها تظهر عليه من اول ما لبس القبعة واللبس الياباني وبقى اساجي وبيقدم له هدية عبارة عن كتاب عن الساموراي الياباني وبيسيبه وبيمشي واتاني يوم بيوصل يلكت من برة وبيكون معاه صديقة ليه اسمها الوطول وبيقوله تشوتلي ان الوطول هتقعد معاهم كام يوم ولازم يتعامل معاها بشكل كويس علشان ما تتديقش والوطول بتقدم هدية لتشوتلي عبارة عن قبعة جايباها من دولة بعيدة من امريكا اللاتينية فبيشكرها وبيكون لسه رافض يتكلم مع يولكت وفي نفس اليوم بالليل بيقوم تشوتلي على صوت تكسير وزعيق برة ولما بيخرج يشوف فيه ايه بيكون بابا متعصب وعمل يكسر في البيت ومتدايق جدا وبييجي اتنين من رجالته وبيقولوله انهم عارفوا مكان الكاتب وساعتها بياخد منهم تشوتلي الجريدة اللي في ايديهم وبيتفاجئ ان المدرس بتاعه عامل مقال كامل مسميه في جحر الارنب وبيتكلم فيه عن كل حاجة عن عصابة يولكت وجايب اسماءهم واحد واحد ودور كل واحد منهم في العصابة عبارة عن ايه بالزبط وواحد من افراد العصابة بيقول ان الغريب ان الكاتب ما جابش سيرة تشوتلي في المقال كله فبيرد عليه واحد تاني وبيقوله انه ممكن يكون عايز يحميه ما يعرضوش للخطر واسناء ما هما بيتكلمه بيكون يولكت منهاره ومش قادر يتكلم وقاله طول بتحاول تهديه علشان ما يزعلش وبتقوله انهم لازم ما يحسسوش تشوتلي بأي حاجة واتاني يوم بتوصل باولا على المكسيك علشان تسأل يولكت هيعمل ايه بعد اللي حصل ده فبيقولها انه مش خايف وان المقال ده مش هيدره في حاجة لكن باولا بتنصحه انه لازم يهرب في اسرع وقت ويختفي لحد ما الدنيا تهدى بس يولكت بيقولها ان حتى لو الشرطة فكرت تهجم عليه هيخلص عليهم وبيكون مش فارق معاه وبعد شوية بيكون قدر يصالح تشوتلي وبيقعد معاه هو وقاله طول يتفرجوا على فيلم عن الساموراي وبيبدأ تشوتلي يفهم يولكت وبيقوله ان الاتنين دول من نفس العيلة وبيتخنقوا مع بعض مين فيهم يبقى القائد وزعيم العصابة فبيتأثر وبيقوم يمشي ولما بيخرج وراد تشوتلي وبيسألوا خرج ليه بيقوله يولكت انه خايف في يوم من الايام يحصل لهم نفس اللي حصل لساموراي ويتخنقوا مع بعض مين يبقى الزعيم وبعد ما بيقول كده لتشوتلي بيطلم منه يدخلوا يناموا ويتاني يوم بيتكلم يولكت مع العصابة كلها وبيقولهم انهم ها يحتفلوا في نفس المعاد بتاعهم اللي متعودين عليه من غير ما يأجلوا اي حاجة لان كل اللي حواليهم هيفتكروا انهم هيخافوا بعد المقال اللي نزل وبيقولهم ان ده هيكون احسر رد وفعلا الحفلة بتتعمل في معادها وكل حاجة بتمشي زي ما هما مخططين بالضبط وبتكون الوطول بتتكلم مع تشوتلي وبتقوله ان في عادة قديمة تعلمتها وهي انها تكتب الحاجة اللي مدايقاها في ورقة وتحرق الورقة دي بعد كده وساعتها هتتخلص من الحاجة دي وفعلا بيعملوا كده وبعد ما بيخلصوا بتطلم منه يروحوا على المطبخ علشان يتابعوا الاكل بتاع الحفلة ولما بيروحوا وبيفتحوا واحدة من الحلل بيتفاجئوا ان فيها راس بني آدم وطبعا الوطول بتتخضوا وبتصرخ وبتقول لتشوتلي ينادي بابا بسرعة وفعلا بيجري برا على الحفلة ينادي بابا بس اول ما بيوصل بيتفاجئوا كلهم بدرب نار وان الشرطة اقتحمت المكان وعلى طول بيحصل تبادل اطلاق نار بين العصابة وبين الشرطة والمعركة بتكون قوية جدا لكن يولكت بيكون كل اللي بيفكر فيه هو تشوتلي وبيفضل يدور عليه لحد ما بيلاقيه وبيقولوا ييجي معاه بسرعة وبيجروا هما اللي اتنين ومعاهم ألوتول وبيروحوا على ما كان في القصر ويساعتها بيشيل يولكت سجادة وبيظهر باب سري تحتها وبيطلوا من تشوتلي انه يهرب مع ألوتول من الباب ده ويمشوا من النفق لحد ما يخرجوا الشارع لكن تشوتلي بيرفض وبيقولوا انه بقى كبير وانه مش خايف وانه هيفضل معاه فبيقولوا يولكت انه عمل القصر ده علشانه وبنى الامبراطورية دي مخصوص ليه وعايزوا ياخدها في يوم من الايام وبيطلوا منه يهرب دلوقتي علشان ما يضيعش كل ده وبيطمنوا انه هيكون دايما حواليه وفعلا بينزل مع ألوتول وبيستخدموا موتوسيكل كان موجود في الانفاء وبيهربوا بيه لحد ما بيخرجوا للشارع وبيوصلوا عند بيت وبنشوف ان دول اهل الولد اللي ادت تشوتلي لعبة قبل كده وانهم شغالين عن دي يولكت وبياخدوا تشوتلي هربوه وتشوتلي بيكون بيبص لضرب النار والالعاب النارية وهو حاسس ان حياته كلها ضعت وبتعدي فترة من وقتها وبنشوف تشوتلي عايش مع أسرة أمريكية بس باسم تامي وبيكون دم عاد عيد ميلاده وبيفتح الجواز اللي جات له من أسرته الجديدة وبتقوله الأمة بالتبني ان اخر هدية جات له من صديقته بولا اللي حكالها عليها وبتكون عبارة عن قبعة زي ما هو بيحب لكن في الوقت ده بيجي له طرد وبيعرف ان لسه فيه هدية أخيرة ولما بيروح يستلمه بيتفاجئ انه طرد كبير وبياخده وبيدخل يفتحه وبيشوف انهم رأسين لحيوان فرس النهر متحنطين وده بيأكد له ان يولكت لسه عايش وبعت له الهدية اللي كان نفسه فيها وحقق وعده ليه وهيجي اليوم اللي هياخده فيه من هنا وبكده بيكون خلص فيلم النهار ده ترجمة نانسي قنقر